مرحبا منكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة تحوال التقسي طلع عليكم من قناتكم الوطنية تيفي نبدأ نشرتنا الجوزة بالصورة التي اخترناها لنهار اليوم نروح بكم الولاد عامر بالضبط لولاية ميلا ليتشهد كذلك تساقط الثلوج مرفوقة بالسقيح إذن هذا الثلوج إن شاء الله الثلوج خير ستستمر حتى نهاية شهر جنزي بإذن الله الوضعية المرتقة بايدا مع فجر السبت إن شاء الله تبقى اضطرابة جوية أمطار مرفوقة بتولوج على غلابية المرتفعة ليبدأ العلو تحى من 700 حتى 900 متر أمطار إن شاء الله أمطار خير على غلابية الولايات الوسطى الشرقية الغربية تستمر الأمطار على قسنطينة أم البواقي البويرة لمسان الغزوات على السطيف على باتنة أجواء غائمة على ورق لواتقورت حسيم سعود كذلك على ولاية الهضابة العليا زواب عنامية الحيطة والحذر على أدرار درجات الحرارة مع فجر السبت إن شاء الله تبقى منخفضة لبرودة في الموعد كتلة هواء بردة تبقى متمركزة على أغلبية الولايات كما نلاحظوا خاصة كذلك الولايات الصحرية نسجل ما قيس تحت الصفر على منطقة صورة على بشار على بنيني ونتلحق ناقص واحد درجة مئوية صفر درجة على غردة ياب بريان على ورق لاتقورت حسيم سعود وحسي بركين نفس المقياس بوسط الصحرى تبقى بردة في الموعد ناقص درجة واحدة على تلمستان على الغزوات ناقص درجتين حتى ناقص خمس درجات على غلبيات ولايات الهضاب العليا إذن وضعية المرتقبة بعد ظاهرة السبت إن شاء الله تبقى الأمطار في الموعد أمطار خير إن شاء الله مرفوقة بثولوج كذلك الأمطار على الجزائر العاصمة بومردستي فازا كذلك الأمطار على وهرن مستغانم أمطار خير إن شاء الله على عنابة طارف سكيكدا على قسنطينا على البويرة أملب واقي على الصطيف على خنشلة كذلك زواب عرامنية الحيطة والحضر على أدران وأقصى الجنوب حتى إذن جانت كذلك إذن بنسبة درجة الحرارة بعد ظاهرة السبت إن شاء الله الحمد لله درجة الحرارة تبقى في معدلها الفصلي البرودة تبقى في الموعد تولوج كذلك هي اللي قدت إلى انخفاض محصوص في أغلبية ولايات الوطن 11 درجة على الجزائر العاصمة ترتفع من مقياس درجة واحدة على وهرن 11 درجة على عنابة طارف سكيكدا القالة نفس المقياس بإذن الله على الشلف 4 درجة على البيض المشرية والنعامة 5 درجة حتى الخطر رابط مع الجلفة لغوات طيف باتنة خنجلة واريس 13 حتى 14 درجة على بسكرة منطقة الواد 14 درجة على ورقدا وتوغيرت وحسيم سعود وحسي بركين إذن ننمي لحاوى الصيد البحري البحر نهار الغد إن شاء الله رح يكون قليل اضطراب على السواحل الوسطى سواحل تنس دلسونة الحق 25 كمم في الساعة مضطر بهايج على سواحل الشرق إذن قليل اضطراب على سواحل مرصب النهدي مع اتجاهات الرياح مختلفة إذن مشاهدين الكرام لحنا حقنا خيطا مع نشرتكم جوزة لنهار الغد السبت 20 جنزي نختموها كالعدة بشرق وغروب الشمس لمزيد من المعلومات مع لكم غير تزوروا مواقع الوطني تيفي له دائم في الخدمة مقاولة خير تهلا فرحتكم